موسيقى في الوهلة الاولى ترى رسمة قديمة يعود تاريخها الى القرن التاسع عشر الميلادي ويبدو نوع الرسمة انها تعود الى المدرسة الواقعية التي اشتهرت في تلك الفترة في اغلب البلدان الاوربية فهي رسمة لرحالة قزار البلدان الشرقية وقد اخذ لقطة من الزمن ليخلدها في لوحة تتأمل فيها الاجيال القادمة وفي النظرة الاولى لا يبدو في هذه اللوحة شيء غريب فترى قافلة تحمل بعض البضائع وكأنها اعواد ملفوفة في قماش ابيض للحفاظ على جودتها لعل القافلة تحمل بضاعة فاخرة اخرى اذ يبدو على اصحابها التعب والارهاق فلعل ما يحملونه ذو قيمة عادية ونفيسة الا اننا عندما ننظر بدقة نرى بان هذه القوافل تحمل جنائز موتى اناس قد ماتوا في بلدان بعيدة الا انهم قد اوصوا اهاليهم بنقل جثامينهم الى ارض يعتقدون بشفاعة صاحبها لكل من ينزل الى جواره وان الله سوف يعفو عنهم ويغفر لهم ذنوبهم ببركة صاحب الارض انهم موتى ينقلون الى ارض النجف الى وادي السلام لكي يرقدوا فيها بسلام وامان وهم في احضان امير السلام علي بن ابي طالب حتى قيم الساعة هناك الكثير من الكلام في هذه الصورة نعرف من ازياء هؤلاء انهم من قبائل المنطقة الغربية في ايران في مناطق كارمانشا وإلام اذ تعد هذه المناطق جبلية وصعبة العبور ولهذا تستخدم هذه القافلة البغالة للتنقل اذ يعد هذا الحيوان هو الانسب للتنقل في هذه المناطق الوعرة والصعبة يبدو من هذه الصورة انه كان هناك متعهدون لنقل جنائز المحبين الى النجف الاشرف اذ تعد هذه المنطقة منطقة استراحة وتحويل ما يسمى اليوم بمنطقة ترانزيت فالشيعة من ايران والهند وافغانستان والبلاد الشرقية الاخرى كانوا يصلون الى هذه المنطقة ليكملوا طريقهم الى النجف الاشرف يبدو من هذه القافلة المتعهدة بنقل الجنائز ان هذا الامر كان شائعا وبكثرة اذ وجد الناس الحاجة الملحة الى هذه المهنة لكثرة نقل الجنائز فكانت هناك قوافل متخصصة في هذا المجال نرى الامور الخاصة بثقافة اصحاب القافلة واضحة في هذه اللوحة نرى الارض في هذه اللوحة هي ارض منبسطة ورملية ولا اثار للنباتت وكأن القافلة قد وصلت على مشارف النجف في صحرائها لم يكن الطريق سهلا لهذه القافلة فقد عانوا ما عانوا في الطريق الا ان حبهم لصاحب ارض النجف قد ذلل الصعاب امامهم فهم مستعدون لتحمل كل المتاعب في سبيل خلاصهم من متاعب البرزخ ومواقف القيامة فقد حث على الدفن في النجف الاشرف رسول الله صلى الله عليه وانه اذ روي عن امير المؤمنين عليه السلام انه كان اذا اراد الخلوة اتت بنفسه اتى الى طرف الغري فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف اذ برجل قد اقبل من البرية راكبا على ناقة وقدامه جنازة فحين رأى علي عليه السلام قصده حتى وصل اليه وسلم عليه فرد علي عليه السلام وقال من اين قال من اليمن قال وما هذه الجنازة التي معك قال جنازة ابي اتيت لاتفنها في هذه الارض فقال له علي عليه السلام لما لم تتفنه في ارضكم قال اوصى الي بذلك وقال انه يدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر فقال له علي عليه السلام اتعرف ذلك الرجل؟ قال لا فقال عليه السلام انا والله ذلك الرجل قم فتفن اباك فقام فدفن اباه رزقنا الله مجاورة امير المؤمنين عليه السلام في هذه الحياة وما بعد الممات اشتركوا في القناة 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 موسيقى